بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الفيديو رح نحكي عن الأعداد المركبة إيش يعني الأعداد المركبة؟ الآن لو أجيت أنا حكيت لك أوجد لي قيمة سين تربيع بحيث أنها بتساوي سالب واحد إيش معنات الكلام هذا؟ معنات الكلام هذا أوجد لي قيمة لسين لو ربعناها تعطيني قيمة سالب واحد هل هذا الكلام منطقي؟ لا ليش؟ لأنه التربيع دائما سالب مع سالب بيصير positive أو بيصير موجب فبالتالي هذا الكلام غير حقيقي طيب إحنا الآن لو جئنا وقلنا نوجد السين يعني جرينا المسألة حتساوي حتساوي جزر السالب واحد موجب سالب جزر السالب واحد بس ما علينا خلينا نركز على جزر السالب واحد طيب الآن أوجد لي قيمة بحيث أنه إحنا نطلع الجزر هذا السالب من الجزر فإذن مفيش عنا فبالتالي إحنا 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 سوينا فرضنا قيمة للمقدار اللي هو جزر السالب واحد فرضنا له قيمة بنسميها تي وهذه تي وحدة تخيلية وحدة تخيلية يعني غير حقيقية وإذن هذا الرمز إحنا لازم نحفظه إذن تي بدها تساوي جزر السالب واحد تي بدها تساوي جزر السالب واحد هذه وحدة تخيلية وبتحلل لي المعادلات اللي هي في صيغة أعداد مركبة طيب الآن إحنا 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 ممكن استفدنا في هذا القصة الآن لو أنا جيت قلت لك عبر لي عن الجذور التالية بالوحدة التخيلية كيف يعني لو في عندك جزر السالب تسعة طلع لي إياها هذه فأتروح تيجي أنت هنا تقول لي هذه بتها تساوي تسعة بتها تساوي تسعة ضرب سالب واحد وبالتالي من خصائص الجذور أنا ممكن أفك الجذور طالما حالة ضرب أما موجب أو سالب جمع أو طرح ما نفعش طيب اللي هو سالب واحد طيب وعالي إنه هذه الجزر التسعة بتضل زي ما هي وجزر السالب واحد هذه عبارة عن مين عن تي إذا نلاحظ هذا الناتج طلع معايا طلع عدد مركب وليس عدد حقيقي موجود في مجموعة الأعداد الحقيقية طيب لا أي مثال تاني ممكن إحنا نعبر عنه برضو نفس القصة جزر السالب سبعة كذلك الأمر حتطلع معايا في الآخر اللي هي بتساوي جزر السبعة تي إذن بشكل عام بنلاحظ إنه أي مقدار بيكون جزر السالب ألف حيساوي جزر الألف مضروب بالتي حيث أنه ألف عدد حقيقي موجود زي ما احنا شفنا في المثالين هدولة جزر السالب تسعة وجزر السالب سبعة الآن نأتي إلى موضوع مهم قوة تي الصحيحة إيش يعني إنه إحنا بدنا نعمل مضاعفات للتي أو للوحدة التخيلية هدي طيب نيجي لأول واحدة اللي هي التي إحنا طبعا عرفناها هادي بتساوي جزر السالب واحد طيب تي تربيع إحنا الآن لو ربعنا هادي المقدار اللي فوق اللي هو جزر السالب واحد الكل تربيع طبعا يا شباب اللي هو الجزر التربيع بروح مع التربيع إذن هادي السالب واحد طيب تي تكعيب هي بح تساوي تي تربيع ضربة تي صح ولا إحنا الآن لو ضربنا هدول التين تين مع بعض تي ضربة تي فحنجمع اللي هو الأسس اللي هي مثلا إيش هادي هاي هانا اثنين وهنا واحد لو جمعناهم بيطلع فعلا تلاتة إذن مفقوق تي تكعيب بدا تساوي تي تربيع ضربة تي طيب التين تربيع أخذناها توقع من فوق اللي هي بتساوي السالب واحد سالب واحد ضرب التي وعليه إن هادي هتساوي سالب تي إذن تي تكعيب مفقوقها سالب تي طيب تي للباور أربعة طيب إحنا بنعرف يا شباب إنه تي للباور أربعة ممكن حنفكها بالشكل هذا تي تربيع للباور تربيع تمام الآن هادي هي نفسها تي للباور أربعة طيب إيش بهذا تساوي طيب التي تربيع فوق إحنا فكناها وجبناها اللي هي سالب واحد طيب إذن سالب واحد وفي التربيع اللي برا إذن هتساوي واحد إذن تي للباور أربعة هتساوي واحد كيف يعني لو كان عندي تي للباور أربعة ضرب واحد برضو هذا هتساوي شباب واحد طيب لو كانت تي عندي أربعة ضرب اثنين برضو هتساوي واحد طيب هذن لو كانت تي عبارة عن أربعة ضرب تلاتة برضو هذي هتساوي واحد إذن بشكل عام تي للباور تمانية تمام وهادي عبارة عن تي للباور اتناعش تمام فإذن أي رقم بيجي لي لازم أروح أشوفه قديش من مضاعفات الأربعة تمام طيب خلينا احنا نجي نكمل هنا تي للباور خمسة بدها تساوي اللي هو تي للباور أربعة في تي للباور واحد إش ما نحطيها تي للباور أربعة لأنه احنا قلنا يا شباب تي للباور أربعة سهلة بتسهل علي كل شيء بتخليه للمقدار بساوي واحد طيب الآن لو جينات أربعة زاد واحد بساوي خمسة فعلا إذن هذي هتساوي واحد في تي للباور واحد طبعا علامة ضرب وهي بتساوي يا شباب تي أوكي طيب هذي برضو مهمة يا شباب لازم احنا نتذكرها اللي هي عندي تي للباور سالب واحد كميش بدها تساوي هذي احنا معروف يا شباب الباور لما يكون بالسالب واحد هذي هو بساوي نفسه أما يكون في المقام طيب الآن كيف ممكن نتخلص من هذي القصة احنا لو ضربنا يا شباب في تي في الباور وفي المقام تمام هذي تحفظتها بكون كويس بس برضو كويس انك تعرف كيف جبناها طيب الآن واحد ضرب تي هتساوي تي طيب واللي تحت هنا تي ضرب تي بدها تساوي تي تربيع صح ولا لا طيب التي تربيع شباب قد يجي بنها احنا توفق بتساوي سالب واحد اذا التي فوق على سالب واحد اذا المقدار كله بده ساوي سالب تي اذا يا شباب لازم نحفظ انه تي للباور سالب واحد بدها تساوي اللي هو سالب تي وبشكل عام يا شباب بنلاحظ انه جميع القوة اللي حصلنا عليها احنا في هذي المقادير عبارة عن تي وسالب تي واحد وسالب واحد كل جميع المقادير اللي حصلنا عليها بنحظها بنفس الشي اللي هو سالب واحد سالب تي واحد تي اذا هي هذي الصور المبسطة لجميع اللي هي الوحدة التخيلية لما تكون الباور تباحها مضاعف طيب الان شباب بنشوف احنا في السؤال هذا بنوجد اللي هو قيمة التي للباور ستة وعشرين في ابسط صورة الحال قلنا انه احنا بنشوف اللي هو الباور اللي عندي هنا قديش من مضاعفات الاربعة ليش الاربعة لانه يا شباب قلنا تي للباور اربعة بدها تساوي واحد ولكن نتفاجئ انه الرقم الوجود عندي ما هواش من مضاعفات الرقم اربعة فاش بروح بنسوي بنقول يا عمي التي للباور ستة وعشرين بدها تساوي حاصل ضرب تنتين من التي اللي هي هذي اول واحدة بنشوف الرقم رقم قديش قريب بيكون من ستة وعشرين ولكن بيكون من مضاعفات الرقم اربعة اللي هوش في عنا شباب في عنا الاربعة وعشرين اربعة وعشرين كيف المضاعفات الاربعة اللي هي عبارة عن اربعة ضرب ستة اذا الشباب هذي عبارة عن اربعة وعشرين طيب الان ستة وعشرين عبارة عن اربعة وعشرين زائد ايش زائد اتنين صح ولا اbecue ارفع اشين زائد اتنين بتساوي ستة وعشرين طيب الان تي للباور اربعة وعشرين زى ما حكينا يا شباب اذا تي around four to six هذه ضرب التى تربيع زي ما هي طيب التى تربيع احنا اخدناها يا شباب بتساوي السالب واحد خرجلنا حولها من هالجيت طيب تيلة الباور أربعة ضرب N قلنا يا شباب بما أنه أنا عندي الرقم هنا أربعة مضروب في رقم إيش ما يكون واحد اثنين مليون مليار مش فارقة معايا رقم N زي ما خدنا قبل شوية إذا المقدار ده كله يا شباب يساوي واحد إذا واحد ضرب سالب واحد ويساوي المقدار اللي عندي سالب واحد طيب الآن يا شباب قبل ما نشوف الباور لأنا ممكن واحد تاني يقول يا عمي أنا مش مجاتش على بل الأربعة وعشرين أنا بدي أقول إنه T للباور ستة وعشرين في عندي من مضاعفات الرقم أربعة يا سيدي تمانية وعشرين قريبة على الستة وعشرين التمانية وعشرين قريبة اللي هي عبارة عن أربعة ضرب سبعة طيب كيف هدي بنا نجيبها هدي يا شباب إذا نقولنا T للباور ستة وعشرين يساوي T للباور آآ تمانية وعشرين وبنضربها شباب كمان في T الآن نسأل نفسنا آآ الستة وعشرين عبارة عن تمانية وعشرين زائد إيش احنا بنلاحظ إذا هنا بنحط مش زائد حتحط ناقص اتنين اللي هي تمانية وعشرين ناقص اتنين بدي تساوي قديش ستة وعشرين طيب الآن هدي يا شباب بما إنها من مضاعفات الرقم أربعة هدي بدا تساوي T للباور أربعة ضرب سبعة هدي كلها في الآخر هتساوي قديش واحد طيب تعالي الآن نيجي نشوف المقدار التاني اللي هان T للباور سالب اتنين إذا هدي يا شباب إحنا نقولنا T بدا تساوي سالب واحد كلها تربيع تمام وهدا المقدار هنا كديش بساوي واحد طيب تي لباور السالب واحد عن خدناها شباب بتاتساوي قديش سالب سالب ت، تربيع وهذا كيف تساوي؟ هذا سيساوي T تربيع ليش؟ لانه يا شباب السالب مع التربيع بروح طيب T تربيع ايش بتساوي؟ زي المقدار اللي فوقها شباب ازان بتساوي سالب واحد ازان فعلا ايش ما اخترت الرقم سواء اخترت الرقم 28 او 24 حيطلع شباب معنا نفس الرقم ولكن انت ازا بدك حاول تبعد عن خل الرقم اللي هنا الافضل يكون اقل بحيث انك انت تضرب في رقم موجب مش رقم سالب ولكن يا شباب هي في النتيجة كلها واحدة طيب الان قبل ما نكمل خلينا نعطيك مثال تاني مثلا نقول T بدها تساوي للباور 35 بدها تساوي طيب كيف هذه بنحلها يا عمي؟ بسيطة بنقول لهم نعمل T ضرب T اوكي طيب التيل الاولنية اللي هنا بننشوف رقم يكون مضاعفات الرقم 4 قريب على الرقم 35 الناس خطوت على بالها الرقم 32 طيب ماشي تمام طيب الان 35 بدها تساوي 32 زائد ايش طبعا زائد 3 صح ولا لا؟ طيب الان التيل للباور 32 هذا المقدار يا شباب عبارة عن مضاعفات الرقم 4 اللي هي 4 ضرب 8 اذا هذا الشباب تغريب الساوي واحد بما انك عارفه ما فيش داعي خلص كل شوية تكتب انت بدك تسرح حلك وتيل الباور تكعيب هادي اخدناها قبل شوية اللي هي كليش بدها تساوي يا شباب بدها تساوي سالب T اذا المقدار عندي هادي شباب يطلع معايا سالب T شوفت كيف بالبساطة هادي وطبعا يا شباب لو واحد فيكو حل عن طريق اللي هي قالك T للباور 35 بدها تساوي T للباور 36 مية المية طيب 35 بدها تساوي 36 زائد او ناقص ايش؟ منقوله لا يا عمي هادي الان بدها تسير ناقص واحد اذا 36 ناقص واحد بساوي 35 طيب الان هادي T بما انها 36 من مضاعفات الرقم 4 اذا هادي بساوي المقدار بساوي واحد كيف يعملي؟ منقولك عمي بسيطة هادي عبارة عن تسعة ضرب أربعة وهذا عبارة عن T سالب واحد اذا هذا المقدار بدي يساوي هذا بدي يساوي واحد طيب التي لباور سالب T حيبقى شباب زي ما اخدناه اللي هو سالب T اذا المقدار عندي كله سالب T لاحظ في الحالتين يا شباب اللي هان واللي هان الجواب طلع معايا سالب T فهي القصة بشكل مباشر اي رقم بيجي عندك بيجي عندك بتروح تشوفه من مضاعفات الرقم أربعة وتروح تشوف اللي قباله تعمله اما بالزائد او بالطرح طيب الان خلينا نجي نشوف المقدار بالشكل هذا نفس القصة يا شباب ما فيش اي اختلاف T للباور سالب واحد وثلاثين بنا نشوفها هل في عندي مقدار يكون من مضاعفات اللي هو الرقم أربعة من قولك يا عمي الا غير لما نلاقي طيب سالب واحد وثلاثين هاتك انو اخدناها قبل شوية اذا انا ايش في رقم قريب عندي بنقولك يا عمي في عندي رقم قريب اللي هو سالب اثنين وثلاثين تمام طيب الان سالب واحد وثلاثين والسالب اثنين وثلاثين كيف هدول التنتميدي يكونوا متساويات اذا لازم يكون في عندي هنا اشي ايش راح بنساوي هنا يا شباب لو قلنا الان سالب اثنين وثلاثين باللاحظ انه هي اقل من سالب واحد وثلاثين بمقدار واحد اذا هذه عبارة عن قديش زائد واحد والدليل يا شباب لو قلنا سالب اثنين وثلاثين زائد واحد هتساوي قديش سالب واحد وثلاثين طيب الان تعاني نشوف نكمل خطوة الحل هاذي بدها تساوي تي للباور اربعة ضرب سالب تمانية طيب وهادي عبارة عن تي زي ما هي طيب الان شباب المقدار هدا اش رايكو فيه هل برضو بساوي واحد بقول لك اه يا عمي بساوي واحد احنا طالما انه من مضاعفات الرقم اربعة اذا مش فارق معي يكون المضاعف هدا بالسالب او بالموجب اذا انا شباب المقدار هدا بده ساوي واحد ضرب بالتي اذا الجواب عندي النهائي بده ساوي تي طيب اشباب تعاني نجرب شغلة تانية مثلا نقول بده تساوي مثلا سالب 18 سالب 18 طيب ايش في عندي رقم قريب على طيب ايش في عندي اشي قريب اه ممكن يكون في عندي 16 او ممكن يكون عندي 20 ايش من بدك اشتغل يا شباب يعني القصة مش حفظ طيب تعاني نجي نشوف مثلا خلينا نجرب على اللي هو 16 طيب هادي تي بده تساوي قديش سالب 16 طيب الآن السالب 18 بده تساوي السالب 16 ومقدار قديش نحط سالب 2 والدليل سالب 16 سالب 2 تساوي السالب 18 طيب تعاني نجي نشوف الآن التيلة باور سالب 16 قولنا يا شباب تيبه تساوي 4 ضرب اللي هو سالب 4 وهدي يا شباب تيلة باور سالب 2 قبل شوية اعملناها خلينا نعملها كمام مرة اذا تيبه تساوي سالب 1 الكل تربيع طيب وهادي ايش بده تساوي طبعا يا شباب هادي بما انها من مضاعفات الرقم 4 مش فارقة معي السالب اذا عبارة عن 1 طيب الآن هذا ضرب طيب الآن هاش في عدي هنا التيلة باور سالب 1 قولنا يا شباب هذا بدي ساوي سالب T الكل تربيع وهذا يساوي طبعا الواحد خلاص بروح وبرضو السالب هنا شاب بروح فبصير عندي التيل تربيع والتي تربيع كلنا بنعرف انها بده تساوي سالب 1 طيب تعاني نجي نسأل نفسها لو جبنا هادي عن طريق صيغة ايش بدنا نقول انه يا عمي السالب 18 بده تساوي T سالب 20 طيب الآن السالب 20 كيف يصير السالب 18 بنضيف لها 2 طيب وهادي اللي هنا كذلك الامر اذا بيتساوي T عبارة عن 4 ضرب السالب 5 هذه ضرب T طيب T تربيع طيب T تربيع سالب 1 وهذا المقدار اللي هنا بيصير 1 ضرب سالب 1 ويساوي سالب 1 ونلاحظ انه يا شباب الجوابين اللي هنا واللي هان قدوني نفس الجواب تمام نفس الشيء لان شباب نشوف العمليات على الاعداد المركبة اول شيء تساوي الاعداد المركبة تساوي الاعداد اذا كان في عندي عدد شباب عين واحد بده يساوي الف زائد باتي وعين اثنين بده يساوي جيم زائد دال تي هدول الرقمين بنقدر نقول عنهم متساويان اذا كان الجزء الحقيقي اللي هو زي الالف بده يساوي الجزء الحقيقي زي جيم وكمان الجزء التخيلي زي با بده يساوي الجزء التخيلي زي دال طيب شاب الان مثال بيطلب منك توجد سين وصاد إذا كان عندك العددين هذولا متساويين طيب ايش مع المتساويين اذا كان جزء الحقيقي اللي هو في المقدر هده وعبارة عن اثنين سين اسح حي ساوي هي ساوي الجزء الحقيقي اللي هانا LAUGHTER سايساوي ساوي سالة عشرة وكمان عنده جزء التخيل اللي هو العبارة عن تمانية صاد بده يساوي الجزء التخيل اللي هانا بده يساوي أربعة بكتب الشتية يا شباب أنا بس بدي أكتب اللي هو الجزء أو الرقم الموجود طيب بناء علي هذا إيش بتساوي سين بدها تساوي خمسة وهذا اللي هنا صاد بدها تساوي قديش نص إذن شباب جبنا قيمة سين وصاد من الاستفادة من خاصية تساوي العددين المركبين الآن شاب عملية الجمع لما يكون في عندي مقدارية مثلا عين واحد بدها تساوي خمسة ناقص اثنين تي وعين اثنين بدها تساوي أربعة زائد ثلاثة تي ويقولك أوجد عين واحد زائد عين اثنين فبكل بساطة شاب إيش بنروح بنسوي بتروح تجمع الأعداد أو الجزء الحقيقي مع الجزء الحقيقي والجزء التخيلي مع الجزء التخيلي بنلاحظ شاب إنه هذا اللي ممكن لو كتبناها خمسة ناقص اثنين تي واربعة زائد ثلاثة تي وروح شاب نجمع اللي هو الجزء الحقيقي مع الحقيقي والتخيلي مع التخيلي وبحيث إنه بطلب معي خمسة زائد أربعة بدي تساوي تسعة وعندك هنا ناقص اثنين زائد ثلاثة بدي يساوي واحد تمام إذن الجواب يطلع معي بالشكل هذا طيب شاب نيجي الآن لعملية الضرب المناسبة شباب عملية الطرح زي عملية الجمع طيب الآن عملية الضرب بنجيشها بالمقدار هذا الأول وبنضربه في المقدار كله اللي هان يعني بنقوله اثنين في القوس اللي هانا أربعة ناقص تي بعدها بنروح نجيب المقدار اللي جنبه اللي هو زائد ثلاثة تي في برضو نفس القوس أربعة ناقص تي طيب هده شباب نيجي نساوي إيش نعمل؟ بنقول يا عمي أنت الآن بتدور الأربعة مضروبة في اثنين وهذا كذلك الأمر فبنقوله اثنين ضرب أربعة عبارة عن تمانية واثنين هنا ناقص اثنين تي بعدها نفس القصة اللي هنا بنحط زائد ثلاثة في أربعة عبارة عن اثناعش تي وهذا اللي الآن سالب ثلاثة تي تربيع طيب الآن الرقم تمانية لاحظوا أن هدول التنين نقدر نجمحهم مع بعض تمام زائد عشرة تي وهذا يا شباب سالب ثلاثة تي تربيع وقلنا يا شباب هده عبارة عن سالب واحد طيب إذن تمانية زائد عشرة تي وهنا سالب ضرب سالب بصير زائد ثلاثة وعليه يا شباب المقدر بجساوي تمانية زائد ثلاثة احدعش زائد عشرة تي وهيك يا شباب يعني أخذنا أهم الأشياء في الوحدة هذه وباقي الأشياء الثانية الموجودة اللي حابب يطلع عليها للإفادة السلام عليكم